ناقش اجتماع برئاسة وكيل محافظة سقطرة رائد الجريبي أوضاع قطاع التعليم في المحافظة وخطة تحسين الأداء وشدد الوكيل على أهمية الالتزام بالدوام موجها مكتب التربية في المحافظة بالرفع بالمدرسين المقطعين وإعداد الخطة المدرسية للعام الجديد في المديريتين وجزر عبدالكوري وسمحة كما وجه الحريبي أو الجريبي إدارة التربية بسقطرة بتعديل خط الباصات المدرسية لنقل الطلاب لتتواكم مع نقل الطلاب من جميع المناطق والقرى في المحافظة